عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة الحلقة كانت بصيرة جدا هنستنتج منها توقعات وحاجات كتيرة جدا هتفيدنا في بقية الحلقات طبعا بعد الحوار لدورما بين طارق ومروة وهو بيوقعها في الكلام عشان يعرف حكاية بودة ابتدى طارق يتأكد ان في حاجة بين بودة ولقلق سمعوا حقائك مهمة جدا عن مقطة لقلق وما تنسوش تعملوا لايك ونكمل مع بعض الحكاية علشان في اخر الفيديو هنقول ايه اللي حصل جال لقلق مكالمة تليفون طبعا من كاماليا بتعزمها على العشان لقلق ما صدقت تهرب من حوار طارق اللي قارفهم بيه على الفطار وقالت انها موافقة وما سكت ايه طارق وقالت له ايه رأيك يا طارق قال لها تمام مفيش مشكلة حضر مجدي وداخل بطريقته الجميلة علشان يصبح عليهم وقال لهم ايه اعملوا ليه سندويتش انا جاي افطر معاك وقال له ليه جاي متأخر كده ده انت فاتك شو كبير جدا قال له خير قال له لا مفيش حاجة واستأذن طارق وقعد مجدي معاهم على الصفرة طبعا لقلق حكت لمجدي على اللي مروة عملته وانها ازاي لبخت في الكلام وفي الحوار مع طارق وفدلت تقوله دي بفدلت تجيب كلمة من الشرق والغرب وبوزت الدنيا على اخر كل اللي قاعدين بقوا يهزقوا في مروة ومروة تقولهم انا غلطانة يعني هقوله ايه ما انا حاولت ارد على كل اسئلته بطريقتي قال لها طريقتك طريقتك زي الزفت احنا كلنا عارفينها طارق وصل مكتبه ونهال قاعدة بتمضيه على اوراق طارق مشغول في المكالمة لكن نهال حريصة ان هي تمضيه من غير ما ياخد باله ومضيته على ورقة خطيرة جدا وهي طلعة مبسوطة ان هو مضى نداها قال لها ايه الورق اللي انا مضيت عليه قالت له دي مكافئات الموظفين ما يعرفش خبته التقيلة ان مضى على اسيمة جواز ما بينه وما بين نهال كده انهال تكون عملت اللي هي عايزاه وكلمت محامي علشان توصق الورق دوت وطلب منها مبلغ كبير وقال لها ما تنسيش ان انا بتعامل مع طارق نصار وان الموضوع ده خطير جدا قالت له ما يمكش الفلوس اعمل اللي انا عايزاه وحتشوف انا حبصتك ازاي مضت هي كمان على الاسيمة وبكده بقى معاها عقد رسمي ان هي متجوزة طارق وكلنا عارفين هدفها هدفها ان لقلق تتقتل وطارق كمان يا اما يشيل القضية يا اما هو القاتل وهو في الحالتين هي مستفيدة انها هتتخلص من طارق وحتورس في املكه وبعد كده انتقلنا على مشهد الحفلة الفضيعة الجميلة اللي كانت كاملية حضرها وكوكسي مسك المايك وطلب من لقلق ان هي تغني زي زمان ما غنت اول مرة وطارق كان مبسوط جدا وقال لها انا عايز اسمع صوتك يا حبيبتي وغنت اما براوة ومع اول كلمة فأما براوة ظهر المخفي على عينه بدر فضل يسقف لها وهي بتغني ارتبكت جدا طارق شافه طبعا الدم ضرب في نفوخه وطالع يجري وراه وهو يجري زي العبيت مشهد منهوش اي 30 لازمة كامالية كانت مضايقة جدا من الموقف اللي حصل وزعلنا ان حصل كده كانت مبسوطة وهي قاعدة جدا مع لقلق طارق اخد لقلق وقام بسرعة وقال لها يلا بينا طبعا كان شكل لقلق زبالة قدام الناس طبعا روح البيت وفدل يستجوب في لقلق ولقلق طبعا بتنكر وهو مصر ان هو اخر مرة حيسألها قالت له طب طالما اخر مرة بتسأل انا برضو بأكد ان ما فيش اي حاجة ما بيني وما بين بودة لغاية ملطاشها بالقلم وقلم ورا قلم ورا قلم وقالت له انتنسيت كل اللي فات القلمة دي هتدفع تمانها انا المرة اللي فاتت فوتت بمزاجي لكن المراجي مش هفوتها بودة حضر الحفلة انا زنبي ايه قالت لها بودة ده هو اللي خرب عليك كل حياتك ولازم تعرف ان الانسان اللي بيحبك ما يظهرش في المكان اللي انت موجود فيه عشان ينكد عليك عشتك انت هتفهمي امتى بقى مروة راحت بسرعة وبلغت بودة وقالت له ازاي تروح المكان دوت هو انا بقولك علشان تروح قالت له انا حاسة كده ان انت بتحبها ورايح علشان تحرك مشاعرها قالها انت بتقولي ايه ايه التخريف اللي انت بتقولي ده قالت له عموما انا جايلك علشان نتقابل وجها اللي وجهه ونعرف نتفق على كل حاجة قال لها بس انت غلطي اني ما قلتيش اني كماليا كانت معاها قالت له معلش المرة الجاية يا حبيبي هبقى اقولك اللي قاعدة معجوزة وبتتكلم معنا اللي حصل وهي زعلانة قوي من موقف البيخ اللي حصل وبتقول له عموما انا عارفة الوادي البارد اللي طرق انفعل اول ما شافه ده جالي زمان دعايل نصاب بيتقرب من المشاهير ويرسم عليهم الحب والكلام دوت بس عالميا انا فهمته من اول مرة نفس الوقت طارق بعد طبعا الناس بتوعوا علشان يرقبوا الورشة بتاعت بودة لقى مروة دخلة وبلغوا في ساعتها استغرب جدا من وجود مروة بس ما هموش قال له خليكوا واقفين وتابعوا كويس ايه اللي بيحصل في الورشة ومروة راحت الورشة وقابلت بودة وفضلت تهدد فيه وحس كده انه هو ابتدى يحب لقلق وقالت له على فكرة انت لو فكرت بس تحبها انا مش هحرق قلبك عليها ده انا هحرق قلبها عليك يعني من الاخر هتخلص منكو انتو اللي اتنين وهو كمان هدده وقال لها عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده مهو مش معقول مع كل تصرف اعمل واتصل بيك يقولك انا رايح المكان الفلاني وانت كان لازم تخبريني ان كاماليا هناك كده احنا عارفين هو متغس جدا من موضوع كاماليا لي دلوقتي بقى الحوار اللي دار ما بين طارق ولقلق ولقلق بتقوله ان هي مصر على ان هي تخلع طارق بعد اللي حصل معاها قال لها ايه بس اللي حصل قالت له ماهو ضربني وهني وانا مش حسكت زي ما سكدت المرة اللي فاتت يا امه تعالى انت اشيل الدار ببادل قال لها لازم تهدي وتعرف انت بتعملي ايه وما تفكرش بدمارك علشان الدنيا كلها مطبص قالت له خلاص يا سيدي وبعدين نبقى نفكر في موضوع بود وكماليا اتصلت في الوقت المناسب ولقلق موجودة وكلمت ماجدي وقالت له انا كنت مدائقة جدا من اللي حصل مبارح بس على العموم الولد ده بارد وانا عارفاه قال لها ولد ولد مين طبعا هو كان بيحاول يروغ في الكلام بس فتح لسبيكر وسمع لقلق قالت له الولد اللي جه ده ده جالي زمان وزهقني ومعرفش ايه ده انا عارفاه ده عين نصاب طبعا لقلق مبقيتش مصدقة نفسها من الكلام اللي بتسمعه قالت له على العموم حصل خير وانا عندي فكرة عايزك تبلغها لقلق عايزين نعمل اغنية دوتو مع بعض قال لها ان شاء الله حبلغها طبعا هو قفل التليفون وبصل لقلق قال لها ايه رأيك في الكلام ده قالت له رأي في ايه اكيد في حاجة غلط مش قادرة تصدق اي حد غير بوده وبس فالتاني داليا كلمت نهال وقالت لها انا موافقة على كل اللي انت عايزي قالت لها غصبا عنك لازم توافق لان ما فيش خيار طالت وداليا خبرت مامتها بس طبعا ما عارت لهاش الحقيقة كاملة قالت لها انها هتقف ايه ده في ايد نهال على ضد الطارق قالت لها خلاص لازم تعملي كده علشان فلوسك وفلوس ابنك مشهد في المسلسل اللي قرق راحت لطارق في الشركة علشان تطلب الطلاق وهو قال لها انتوا فكر ان انا مكسور عيني عشان اطلقك طبعا استحال ان انا طلقك اللي معرف كل الحقيقة جملة تموت من الضحك قال لها انا مش الدلدولة مروة اللي بعدتيها البدة علشان تقوله على الاخبار اول بقى طبعا انتهت الحلقة على الجملة دي على اساس بقى ان لقلق اتصدمت لما عرفت ان مروة راحت لبدر لكن طبعا زي كل حلقة هيعدوها عادي ده غير ان لقلق المفروض كان اول حاجة تعملها بعد ما عرفت ان بدر كان على علاقة بكاميليا او كان يعرفها كانت اتصلت بيه بس ده خطأ تاني واقع من المسلسل او مقصود